العلاقات بين تشات وإفريقيا الوسطى قديمة وأزلية ومتأصلة وتتقاسم الدولتان حدودا جغرافية وبينهما تداخل اجتماعي وثقافي واقتصادي وفي ظل الأوضاع التي تمر بها القارة الإفريقية ودول شبه الإقليم تتواصل المشاورات بين البلدين الجارتين من حين لآخر من أجل تدعيم مساعي الرئيسين الفريق أول محمد إدريس دابيتنو والبروفيسير فوستين أركانش تواديرا في سعيهما نحو التكامل الاقتصادي وأن يسود السلام وسط باب الأمن والاستقرار وفي هذا الصدد تسلم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس دابيتنو اليوم رسالة من نظيره رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول مجموعة السماك البروفيسير فوستين أركانش تواديرا وفي نهاية المقابلة صرح السيد هيرفي اندوبا بأنه نقل تحياتي وتهاني الرئيس تواديرا إلى نظيره الشادي بحلول العام الجديد 2024 وتمنى له للشعب الشادي الصحة والازدهار والتوفيق مؤكدا أن المقابلة تدخل أيضا في إطار أنشتة الرئيس تواديرا بصفته الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول مجموعة السماك حيث إن المنطقة نشطة ومتماسكة ويبرز ذلك من خلال التشاورات واللقاءات المنتظمة بين رؤساء دول المجموعة هذا ويسعى قادة دول مجموعة السماك إلى توحيد الجهود الرامية إلى التكامل الاقتصادي في شبه الإقليم والرقي به إلى مصاف الدول المتطورة من أجل تحقيق التنمية موسيقى